المنصة دي نفسها اللي بطلعوا يبخوا فيها منها دم دولة المنصة دي خمسين ألف جنيه لإنشاءها عشان بس تنصب إيجارها بالأسبوع في الأسبوع المنصة دي في أسبوع تساوي 210 ألف جنيه يعني عندك المنصة دي ربع مليون جنيه في أول أسبوع اعتصام من أيام من قبل 28 يونيو قد المنصة واحدة أنا مش هقولك بقى كمان الإضاءة اللي فيها والميكروفونات والأجهزة والأجهزة مش هقولك كمان على البث المباشر البث المباشر ده عشر آلاف دولار يوميا عشان على الهواء بالرضعة طيب المعتصمين اللي بيجيبوهم أو المتظاهرين اللي بيجيبوهم يقولك على الزحف والحاجات اللي بيطلقوا عليها دي عايزة أقولك إنه عشان تجيب 30 أوتوبيس 30 أوتوبيس محتاج 40 ألف جنيه تعجر 30 أوتوبيس 30 بس 30 أوتوبيس بس فيهم واحد بس محتاج 40 ألف جنيه طيب خد بالك بقى هم بالتلتميت وتوبيس إنه هم عايشين أيمين واكلين شاربين متظاهرين بالإخوة بتوع المحافظات طيب ندخل بقى على شيء مهم وهو الميا الميا والأكل نبدأ بالميا هنا بقى عكوة يا جماعة بين طيب 48 ألف زجاجة مياه 48 ألف زجاجة مياه بتلتمية وعمل لك بالإجليزة وخمسين ألف جنيه إيه رأيكم 48 ألف زجاجة مياه بتلتمية وخمسين ألف جنيه أنا عايز بس أقولك هل الفرض في رمضان بيستهلك إزازة مياه من المغرب للفجر خصوصا لاحظ أنه في رابعة والشمس أو في النهضة فإحنا بنتكلم ده يعني بنتكلم على الأقل على الأقل نضرف في 2 وفي 3 يعني بنتكلم على استهلاك مياه شر بمية بس في اليوم ممكن يقوله 700 ألف جنيه وبنتكلم على في الأسبوع 200 ألف جنيه للمنص وبنتكلم على نقل أوتوبيسات مش أقلمه نصف مليون جنيه في اليوم طيب ندخل على الوجبة بقى على الأكل بنتكلم على وجبة ب15 جنيه وده مستحيل في يوم اعتصام هفترض أن الوجبة ب15 جنيه وقولك ده هذا مستحيل فالعلي أنه ده كمان بقى عندنا رمضان بقى عندنا الفطار والصحور وأنا هقول لك بيجيب له 3 طعميات وبتاع نسته جيبنا نسته ويعيش المهم 15 جنيه فطار وصحور للفرض هنفترض أنه اللي موجود كان في الاعتصام هما بيقولوا مليونيات وبتاعوا كلام من ده ماشي المتظاهرين اللي بيصحروا والمتظاهرين اللي بيصالوا قيام باع وبيفتروا في ربعة كم أقول لك 10 تلاف مثلا طيب أبالغ مثلا أنا قلت 30 ألف لا هما بقولوا 100 ألف بيقولوا مليون أنا هقول لك اللي موجود 50 ألف ماشي 50 ألف أنا ده رقم أنا ماين أكتر بكتير من اللي موجود لكن همشي على لهم 50 ألف 50 ألف في 15 جنيه للواجبة هنقول 30 جنيه للواجبة يبقى كام يا جماعة عشان يبقى افطروا وصحور ها ما أنا عارف إنه مليون ونصب صباحة عمل يعني إصارة يعني كام يبقى كام يبقى بنتكلم عليه كل يوم عشان يأكلوا الناس في ربعة محتاجين يعكلوهم الشرب عارفنا مش هعلم بال700 ألف اللي هو إزاستين مية في اليوم هافطرد إزازة واحدة 48 ألف إزازة تساوي 350 ألف جنيه 50 ألف متظاهر بيفطر بتلاتين جنيه بيفطر ويتصحر بتلاتين جنيه وهذا حد أدنى وهو اللي حد أدنى آه هم اللي بيجيبوا العجل يتبحوه ماشي يعني بيكلف تلاتين جنيه الواحد يبقى مليون ونص مليون ونص مليون جنيه في اليوم لما أقول أنه هم معتصمين هقول بيكلت تلاتين يونيو يعني من أربعتاشر يوم أربعتاشر يوم في مليون ونص أكل ونص مليون مية يبقى اتنين مليون يعني 28 مليون جنيه أكل وشرب فقط في رابع العدوية ترجمة نانسي قنقر